الاسم الثاني اللي بيتكرر هو إبليس وإبليس دي كلمة يونانية معناها هي بتقال ديابولوس وديابولوس معناها العدو الكبير أو المشتكي أو قاذف يعني بيحدف المشاكل والخطايا والمقاسية على بني البشر وكلمة إبليس يتكرر كتير في الكتاب المقدس هختبس بعض الآيات اللي قلناها مثلا البسوا صلاح الله الكامل في أفاس الستة البسوا صلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس يتكلم بولوس في تمثاوس التانية بيتكلم عن الناس على الخطاة الذين اقتنسهم إبليس فيقول فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنسهم لإرادته والآية اللي ذكرناها في عبرين 2-13-13-14 فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس اخضعوا لله قوم إبليس فيهرب مجلس فكلمة إبليس ذكرت كتير في الكتاب المقدس عن عدو الخير الذي هو الشيطان دم مراضف لكلمة الشيطان اشتركوا في القناة